بدوره أكد الدكتور منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكرية لنسبة انخفاض العدوى لجميع الفئات العمرية الذين تلقوا اللقاح المضاد لفايلوس كورونا وصلت إلى 93% وهو ما يشير إلى نجاح مملكة البحرين في التصدي للجائحة نجاح مملكة البحرين على أرض الواقع في مسار الحملة الوطنية للتطعيم ساهمت في خفض انتقال العدوى بين جميع الفئات العمرية بمتوسط 93% نسبة انخفاض العدوى حق في جميع الفئات العمرية في مملكة البحرين بجميع اللقاحات بأنواح المختلفة ساهمت في خفض العدوى بمتوسط 93% كذلك أوضحت الدراسة أن نسبة ارتفاعات الحالات القائمة لقير المتطعمين تقارن نسبة قليلة جدا ممن أخذوا جرعتين للتطعيم وأكملوا 14 يوم من آخر جرعة يعني هذا يأكد على حماية اللقاح في تقليل نسبة الحالات في ظل وجود هذه الجائحة وفي ظل وجود الفيروسات المتحورة كشفت الدراسة عن تسجيل 273 حالة وفاء منذ يناير 2021 إلى هذه اللحظة منها من الـ 270 منها 265 حالة لم يأخذوا التطعيم يعني لو أقولها بالنسبة يعني بنسبة 97% من الوفيات كانت لأشخاص غير متطعمين